في بلد يعيش تحت وطأة حرب مدمرة منذ أكثر من عامين لم يبقى أمام الموظفين إلا الاستسلام للأمر الواقع بعد تكرار مطالباتهم ومناشداتهم المستمرة لتسليم رواتبهم الغائبة منذ ما يقارب العام الكامل الوقفات الاحتجاجية العديدة التي ينظمها المدنيون والعسكريون المطالبون برواتبهم لم تغير في الأمر شيئا ولم تحرك ساكنا فيما يخص مشكلة انقطاع الرواتب التي تحولت إلى أزمة منسية كما يقول المحتجون كل يوم الجديد في الحراك الاجتماعي المطالب برواتبه المقطعة خروج عشرات الجنود المنتسبين لإدارة أمن محافظة تعز في وقفة احتجاجية للتنديد بوقف صرف مرتباتهم وبطائقهم العسكرية المحتجون دعوا وزارة الداخلية إلى سرعة صرف المرتبات أسوة بزملائهم في الجيش منددين بالإهمال الذي يتعرضون له من قبل الحكومة وتخاذلها في سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك الوعود التي كانت قد اطلقتها الحكومة عبر رئيسها أحمد بن دغر فيما يخص صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين قبل عيد الأضحى لم تحرك ساكنا كما يقول المحتجون الذين أكدوا كذلك تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة في حال استمرار مماطلة الجهات المعنية وفيما يرتفع الصخط من عدم سرعة حل هذا الملف الذي يشكل أعباء إضافية على المواطنين الذين يعيشون واقع حرب فاقمت مأساتهم وقطعت مصادر دخلهم لا يزال يعتمد العديدون على ما تقدمه المنظمات الإغاثية من مواد تموينية لسد جزء من احتياجاتهم تشكل أزمة الرواتب عقدة أخرى ليس فيما يخص الواقع المجتمعي فقط بل لها انعكاساتها على طريق الحل السياسي حيث ترى الأمم المتحدة أن دفعها يمثل خطوة أولية في طريق الحل ووقف الأعمال القتالية اشتركوا في القناة